بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله زيكم عاملين ايه? كل سنة وانطيبين النهاردة بازن الله جايين نعرفكم او نقول لكم على بعض زبالة وكل الكباتين عارفة ان فيها مشاكل لا تعد ولا تحصل بس هي فيها شغل والشغل زي ما انتم عارفين ورا بعض ورا بعض ورا بعض وفي ناس كيفة اندرايفر ما بيشتغلوش غير اندرايفر بس مفيش اي مشكلة طول ما انت عرفت تتغلب عليها مفيش اي مشكلة بس انا مبارح حصل معايا موقف قلت لازم اقول لكم عليه او لازم اعرضه عليكم عشان اوضح لبعض الكباتين النقطة اللي انا شفتها مبارح يعني مبارح كنت في كايرو فيستفال بالليل انتم عارفين كايرو فيستفال بيبقى فيها سيرج كويس جدا في اوبر فلاقيت اوبر منورة والدنيا حلوة فروحت قافل اوبر سفر وشغال اوبر اكس بس عشان يجي لي رحلات اللي هي ايه فيها سيرج بس المهم رح جاتني رحلة واحد ونص قلت زاي الفل رحت للعميل ببص لقيته رايح مدينتي قلت زاي الفول مش ورا يبقى عشر الى عشر واحنا ماشيين فى الطريق خلاص نزلين طريق السويس وجدت العاميل جات له رسالة على وجه ساب بيقول لي ماذا عاش ممكن تقرار الرسالة دي اقول لي ازاي انت مش عارف تقراها قال لي يا اصل انا لاframes عايش في مصر عايش فامريكا فبيقول لي لا اصلا انا ما بعرفش ك stingر لا اعرابعي كويس فممكن تقرار الرسالة دي قلت له تمام قرأت الرسالة فبص لقيت مكتوب فيها انت بنا قدم مش عارف ايه مش راجل وبنا قدم غير ساوي ومحتاج تروح للدكتور نفساني وكده فقلت له معلش هو امين اللي بعت لك الرسالة دي اصلا انا عدت حق كده فهو بيقول لي هو بيشتمني ليه قلت له وهو مين اللي بعت لك الرسالة دي قل لدي ده انا كنت طالب اوبر واندرايفر بتاع اندرايفر تأخر علي ومش عارف حصل ايه فانا رحت ايه طلبت اوبر قلت شكل اندرايفر عشان على طول الكبات ما تجيش على طول فقلت اطلب اوبر فطلبت اوبر فانتجتني على طول فمشينا بيقول لي هو بعد كده وصل وانا لغت الرحلة و قلت عادي يعني ومشيت فهو بيبعات لي بقى ع الواتساب وعمالي بعت لي الرسالة دي فانا مش عارف هو بعت لي كده ليه قلت له اه اندرايفر هو الكابتن في اندرايفر النسبة بتتاخد منه اول ما انت تلغي او هو يوصل او كده فهو كده النسبة بتاعت الرحلة دي واكيد رحلة مدنتي اقل حاجة بمية ولا مية وشوية فاكيد الرحلة اتخصمت منه او النسبة اتخصمت منه فهو زعلان اوي بعدها بشوية بحاجات له رسالة تاني قال لي معلش اقرر الرسالة دي فبيقول له انت بنا ادم حيوان انت مش راجل انت مش عارف ايه وخيره الكلام الصلاة والسلام على رسول الله انت شيخ اوي يعني انت بتشتمه في اول رسالة او بعدها تقول له خير السلام على رسول الله عليه وسلم انا مش عارف ايه اللي بيحصل اندرايفر جننتك كابتن انا عارف ان ده مشكلة بالنسبة لك ان انت متخصم منك نسبة كبيرة بس خلاص هو ان انت عميل يطلبك وبعد كده يلغي او انت تلغي فده اعتبر زي ايه في عقد ما بينكو او في حاجة الابليكيشن ده هو الوصلة اللي ما بينكو فالابليكيشن ده هو لغة او انت لغيت خلاص مالهاش لازم ان انت تتصل بي او تبعت له على الواتساب او تعمل الكلام ده انا شايف ان ده حاجة مش كويسة فانت اللي عميل لغة انت لغيت خلص الموضوع هو مالوش حق ان ايه هو يكلمك وانت مالكش حق ان انت تتكلمه خلاص الفايسل اللي ما بينكو الابليكيشن خلص الموضوع انا بيجي لي حاجات زي كده كتير ولسه مبارح اندرايفر عمل فيها نفس الفصل لغالي رحلة بحوالي 120 جنيه وبعد كده وانا كنت جانب العميل يقول لي اتخصمت منك النسبة اصلي مش عارف ايه وبص في الاسترداد لقيتها مش موجودة في الاسترداد بعدت شكوى يقول لي اصلا انت فيه غلط ومش غلط والمهم رح تشتنتهم في الدعم وروح تقافل قلت يلا يعوض علينا ربنا بس هاعرف اجابهم يعني ما تقلقوش يعني اي رحلة زي كده انا ليا عندهم 12 جنيه هاعرف خدهم بطريقة غير مباشرة فما فيش مشكلة بس مش من العميل من الشركة نفسها عشان الشركة دي شركة زبالة فخلاص انت قبلتها بعبها او اشتغلت معاها بعبها فخلاص مفيش اي مشكلة بقى زي ما بيقولوا كده صاحب صاحبك على عيبه هي الشركة فيها عيب انت بقى قبلت العيب امين مقبلتش ما تشتغلش احنا عارفين بتخصم وبتعمل مشاكل وحاجات زي كده خلاص احنا عرفنا العيب فين ما نجيش نحية العيب او نحاول نتغلب على العيب ده وخلاص على كده واللي مش عاوز يتغل ما افتحوش خالص هي شركة زي الزفت وبإذن الله ربنا يسهل بيك اوب اللي هي الجديدة دي الكندية تنزل وتزبط الدنيا ويبقى احسن من اندرايفر واحسن من الكلام ده ونشتغل فيها ان شاء الله والدنيا ده بقى احسن وبردك في الفيديو ده حبيت ارد على كابتن بعيتلي النهاردة الصبح على فيديو اندرايفر بيقولي انت بتقول ان اوبار حلوة طيب انت مش قبل كده边 بتهاجمهم يا استهزي الفاضل انا باشتغال على كل الابليكيشن ولما يكون فيه ابليكيشن فيه عيب بقول الله الابليكيشن نا فيه عيب الفلواني تقول صابت الاстро персонаж ف trivial میmera قوكة بقول سعره بقى كويس مش عاوز ماشر فيه رحلة كويس فيه ايجابيات فيه سلبيات وباشتغل على كله بس ف nous عاحبا انا مش dingetific ا tired car rally لا انا بشتغل في كله. ولو في حد بفيه عيب بقول في عيب. في حاجة كويسة بقول في حاجة كويسة. بس وانا بشحن على فكرة اندريب خمسين جنيه مش عارف ايه. ليه بشغله برميه جنبي كده يمكن تقع منه حاجة كويسة. ساعات بتيجي على الابليكيشن والله رحلات كويسة الواحد بيعرف ياخدها. وبأسعار كويسة بتبقى مجازية معاك. لكن الزبالة اللي بتيجي بعد كده ده والحاجات الليلة والرحلات المضروبة والكلام ده لا مانناش دعوه بي. انا حبيت بس عالسريع كده وغضح النقطة دي عشان خاطر الكبات ان تاخد بالها من النقطة دي عشان فيه ناس بتقع في نفس القصة دي على طول. ويتشلوا ويتهبد ويبعت للعميل ويبعت للشركة ومش عارف ايه الشركة ولا هتحبرك. انت ريح دماغك الشركة دي ما تعملش معاها غير لو فيه رحلة كويسة. بس لكن ولا شكاية ولا الكلام ده عشان دي شركة عيانة. اهم حاجة بقى يا باشا لو اجابك الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك من هنا كل جديد وايه وعا تنسى اللايك وما تنسوش الاشتراك في جروب التليجرام هسيب لكم اللينك تحت الفيديو واشوفكم الفيديو جاي ان شاء الله.